تحياتي للجميع معكم أبو ميلاد في فيديو جديد قبل أن أبدأ موضوع اليوم أحب أن أعلن أنني قمت بشراء منظومة تسجيل جديد تحوي على مايكروفون جديد أيضا محول خارجي لمراقبة الصوت وبعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالصوت فعمليا هذا أول تسجيل لي بهذه المنظومة الجديدة فأتأمل أن يكون الصوت أفضل من السابق أيضا أود أن أحصل على ردود فعل بالنسبة للصوت هل هو جيد هل هو واضح فأتمنى من الجميع أن يعقب على هذه النقطة اليوم سوف يكون فيديو قصير سوف أتحدث عن بيطقات الذاكرة التي تحوي على خاصية الاتصال اللاسلكي واي فاي وأيضا كيفية تعامل مع هذا النوع من البيطقات كما تشاهدوا هنا عندي كارت ذاكرة وهو من شركة توشيبة طبعا هناك شركات أخرى ولكن هذا من أكثر الكروت الشائعة سعرها تقريبا 25 دولار أول خطوة سوف أقوم بفتح الصندوق بشكل سريع فعمليا هذا هو كارت الذاكرة النقطة التالية يجب أن تقوم بتنزيل التطبيق الخاص بكارت الذاكرة وهو من شركة توشيبة طبعا عليك البحث على اسم التطبيق وهو Flash Air طبعا سوف يضع الاسم على الشاشة وأيضا سوف أضع رابط التنزيل أو التطبيقات في متجر جوجل وأيضا متجر أبل طبعا للآيفون وأندروفون فعمليا دعنا نضع هذا الكارت في الكاميرا بعد ذلك سوف أقوم بالاتصال بالبطاقة عبر إعدادات الإتصال اللاسلكي في الهاتف طبعا في هذه الحالة عندي آيفون فهي نفس الطريقة فعليك الذهاب إلى الإعدادات ومن ثم إعدادات الإتصال السلكي طبعا في الأندروفون ولكن عنده هنا آيفون فعمليا سوف أذهب إلى Settings أو إعدادات ومن ثم Wi-Fi وبعد ذلك سوف أختار شبكة الإتصال التي تحمل والتي تحمل Flash Air وبعدها يوجد بعض الأرقام والحروف ومن ثم اختارها ومن ثم يطلب الباسورد الباسورد الذي يأتي مع هذا النوع من كروت الذاكرة هو الأرقام من واحد إلى ثمانية واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية ومن ثم اتصال فعمليا الآن تم الاتصال بكارت الذاكرة فالآن سوف أقوم بتشغيل التطبيق طبعا كما ذكرت يجب أن تقوم بتنزيل التطبيق من متجر أبل أو متجر جوجل هناك خطوة نصيت أن أذكرها لأنه استعملت هذا الكارت من قبل وهي عندما تشغل الكارت أول مرة سيطلب منك تغيير الباسورد في الكارت والباسورد كما ذكرت هو من واحد إلى ثمانية فعمليا قوموا بتغيير الباسورد فعمليا كما تلاحظوا هذه الصور الموجودة على كارت الذاكرة فكما تلاحظوا أستطيع تصفح هذه الصور عبر الهاتف طبعا هذه الصورة موجودة في الكاميرا أيضا استطيع تنزيل هذه الصور لجهازي فعمليا علي ضغط بشكل مستمر على أحد الصور وثم اختيار الصور التي أريد تنزيلها كما تلاحظوا فبعد ذلك أضغط على زر التنزيل وطبعا ستأتي رسالة هل أريد أن أقوم بعمل Save أو Cancel أو إلغاء فعمليا Save والآن تتم عملية تنزيل الصور من الكاميرا إلى جهاز الهاتف الخاص به طبعا بعد ذلك أستطيع إرسال الصور من جهازي لأي مكان لأي شخص أو أستطيع نشر هذه الصور في الفيسبوك إنستجرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي سوف أريكم الصور التي قم بتنزيلها من كارت الذاكرة الموجود في الكاميرا فعمليا تلاحظوا الصورة فتلاحظوا هذه الصورة من الكاميرا بشكل مباشر هذه البطاقة هي مناسبة للجميع لأي شخص يوجد عنده كاميرا ولا توجد بها خاصية الاتصال السلكي ممكن أن يستعمل هذه البطاقة طبعا للتوضيح هذه البطاقة لا تعطيك إمكانية التحكم بالكاميرا هي فقط لنقل الصور من كارت الذاكرة إلى جهازك الخلوي أو أي جهاز يوجد به خاصية الاتصال السلكي مرة أخرى هي مفيدة أنصحكم أن تجربوها سعر رخيص ومناسبة للجميع ويتأمل أن يكون هذه المراجعة واضحة للجميع إذا في أي شخص بسؤال بتعلق في هذا الموضوع أو مواضيع أخرى ممكن يترك تعليق في أسفل الفيديو أو يرسلني على موقع أبوميلاد.com الرابط سوف يظهر على الشاشة تحت قسم أسئلة وأجوبة دائما أجيب في أقل من 24 ساعة وأدعوكم جميعا لعمل مشاركة لهذا الفيديو وفيديوهات أخرى وتشجيع الآخرين على الاشتراك في قناتي في النهاية أتمنى لجميع يوم سعيد إلى اللقاء متحياتي أبوميلاد